نتحول مشاهدين إلى الملف السوري حيث قال الرئيس السوري بشار الأسد أن الضربات الجوية البريطانية على داعش ستفشل في هزيمة التنظيم المتطرف الأسد قال في مقابلة صحفية أن استراتيجية رئيس الوزراء البريطاني ديفيد دي كاميرون ستجعل وضع أسوأ كما سخر الأسد من تأكيدات كاميرون بوجود سبعين ألف مقاتل معتدل في سوريا يمكنهم محاربة المتشددين لقي ما لا يقل عن 32 عنصرا من تنظيم داعش مصرعهم وأصيب أربعون آخرون إثر غارات يعتقد أنها لطارات التحالف الدولي في الرقة الشمالية سوريا وذلك بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وكان بيان للتحالف الدولي ذكر أنه نفذ 29 ضربة جوية منذ يوم أمس في سوريا والعراق وضح البيان أن التحالف شن 12 غارة في سوريا على مواقع لداعش قرب بلدات عين عيسى ومارع والرقة ودير الزور أما في العراق فتم تنفيذ 17 ضربة جوية على مواقع للتنظيم المتطرف أغلبها في الموصل والرمادي اشتركوا في القناة